بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أمر بالإصلاح بين المسلمين وأخبر أن الصلح خير وأثنى على المصلحين الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الإسلامي ونتناول في هذه الحلقة موضوع الصلح وبيان ضوابطه ومزاياه وآثاره الحميدة فالصلح في اللغة قطع المنازعة ومعناه في الشرع أنه معاقدة متوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين وهو من أكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك والدليل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى والصلح خير وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا صححه الترمذي وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله به ورسوله وهو ما يقصد به رضى الله تعالى ثم رضى الخصمين ولا بد أن يكون من يقوم بالإصلاح بين الناس عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل ودرجة الصلح ودرجة المصلح بين الناس أفضل من درجة الصائم القائم أما إذا خل الصلح من العدل صار ظلما وهضما للحق كأن يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضي به القادر الظالم ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف ولا يمكنه من أخذ حقه والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الإسقاط والمعاوضة أما حقوق الله تعالى كالحد والزكاة غيرها فلا مدخل للصلح فيها لأن الصلح فيها هو أداؤها كاملة على الوجه المشروع والصلح بين الناس يتناول خمسة أنواع النوع الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب النوع الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين النوع الثالث صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما النوع الرابع إصلاح بين المتخاصمين في غير المال النوع الخامس إصلاح بين المتخاصمين في الأموال وهذا هو المراد هنا في حلقتنا هذه وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين القسم الأول صلح على إقرار والقسم الثاني صلح على إنكار والصلح على الإقرار نوعان نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنسه فالذي يقع على جنس الحق مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده كالعارية أو الوديعة فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر وهذا النوع من الصلح يصح إذا لم يكن مشروطا كأن يقول من عليه الحق بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا أو يقول صاحب الحق أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تقضيني كذا من حقي فإن كان هذا الصلح مشروطا على نحو ما ذكرنا لم يصح لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق ويشترط أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أن لا يمنعه حقه بدونه لأن ذلك أكل لمال الغير بالباطل وهو محرم ولأن من عليه الحق يجب دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط ويشترط أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح كما لو كان وليا على مال يتيم أو مجنون لأن هذا تبرع وهو لا يملكه من مال اليتيم والمجنون ومن في حكمهما والحاصل أنه يجوز الصلح عن الحق الثابت بشيء من جنسه شريطة أن لا يمتنع من عليه الحق من أدائه بدون هذا الصلح وشريطة أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه فإذا توفر ذلك جازت هذه المصالحة لأنها تكون حينئذ من باب التبرع والإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه كما لا يمنع من استفائه كله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه ليضع عنه والنوع الثاني من نوع الصلح عن الإكرار أن يصالح عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك الحق عوضا من غير جنسه فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من غير جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف وإن صالح عن النقد بغير نقد اعتبر ذلك بيعا تجري عليه أحكام البيع وإن صالح عن الحق بمنفعة كسكن داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليها أحكام الإجارة وهكذا كل نوع يلحق بنظيره من المعاملات الشرعية أيها المستمع الكريم إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لاستيثاء الكلام عن أحكام الصلح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر